لكن اللي اتضر واللي خسر فلوسه والله انت ما تقولش انت لما تدفع فلوسك في علاج معين وربنا لا يريد الشفاء هتقول له يا رب انا مالك فيما اكتسبت وفيما انفقته انا انفقته يا رب لان قالولي ان ده علاج لكن لما تنفق فلوسك عند واحد نصاب او واحد مش طبيب وتفقد فلوسك وتفقد صحتك